أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا شمل أزيد من عشر وزارات كما حمل التعديل دمج وزارتين وتغيير اسم وزارة أخرى والملاحظ في التعديل أن وزير الخارجية أبرز المغادرين حيث خلفه أحمد عطاف وزيرا للخارجية كما تم تعيين عبد العزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لرئيس الجمهورية ومن الأسماء الوافدة إلى قصر الحكومة لعزيز فايد وزيرا للمالية خلفا لجمال كسالي وأحمد بيداني وزيرا لصيد البحر والمنتوجات الصيدية التعديل حمل في طياته دمج وزارتي الصناعة والصناعة الصيدلانية تحت مسمى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني يرأسهما علي عون فيما تم تغيير اسم وزارة الموارد المائية بوزارة الري يرأسها الوزير الجديد طها دربال الرئيس تبون عين يوسف شرفة وزيرا للنقل خلفا لكمال بالجود وزير التجارة الطيب زيتوني خلفا لكمال رزيق ومريم ميلود وزيرا للرقمنة والإحصائيات وتعيين فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرئيس تبون عين أيضا فيزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقة المتجددة خلفا لسامية موالفي وعبد الرحمن حماد وزيرا لشباب والرياضة ومختار دي دوش وزيرا لسياحة والصناعة التقليدية